اه يا دماغي اه يا دماغي امي عايزة تجوز امي عايزة تجوز يا اناها ربيض ولا ابويا ايه ده الرجل ده هيخرف ولا ايه هو عايزة تجوز يا خبرة بيض اه يا دماغي ابويا وامي يا لا هو ايه بس ابويا اللي بيقول ابويا غير اللي بيقول امي هو انت يا عم الحج انت انت مش قاعد في بيتك مع امراتك وعيالك وانت يا حجة انت مش قاعدة في بيتك مع جوزك وولادك وملهية بحالك وما بتشوفيش مامتك دي على كل اسبوع ولا كل اسبعين وساعات كل شهر وساعات ما بتروحيش خالص وانت كمان مهي امراتك يعني بتخدم عيالها وبتخدمك بالعافية وبتبقى متغلتها قوي لما تقول لها تعالي نروح لبابا بتبقى مش طيقة نفسها الا من رحمة ربي فيه ناس بقى محترمة كتير بس مش كلهم مش كلهم مش كل مراتات الابن يعني هيبقى قلبهم على حماهم ولا على حماتهم ولا كل جوز بنت قلبه على حماته ولا على حماه اللي اللي عايز يجوز يجوز لو مامتك كبيرة في السن يعني لو كبيرة في السن وحاست ان هي فعلا محتاجة وانس باباك متوفي ارمالة او مطلقة ايه المشكلة انها تتجوز انت ايه لمزعلك انت شايف حياتك وشايف بيتك وشايف ولادك قدامك وهي يعني قعدة لوحدها قعدة لوحدها وبطولها مش يمكن بتخاف تنام مش يمكن ما بتنامشها لما تشغل القرآن مش يمكن بتخاف من العمية ويطلع لها عفريت ما ممكن تقع في الحمام لوحدها وهي قيمة بالليل ما تسيبها يا عم تتجوز انت ايه زعلان ليه ولا ابوك ولا ابوك ما تسيبه يتجوز ايه خايفين على الورث يا اخي يقطع الورث وسنين الورث خايفين على كم قرش اللي تاخده ما تاخده ما تاخده مش كفاية هتخدم ابوك ولا اللي هيجي ده هيبقى سند لامك ما انتو مش فاضين انتو مش فاضين لامهاتك وابهاتك فما تبقوش معقدين ولو جينا من ناحية تانية ربنا صحونا تعالى ما حرمش ده اي روح لأجدع شيخ طبعا هم الشيوخ كلهم فيه اختلافات ما بينهم مذاهب وحوارات كبيرة قبل روح لأي شيخ في الدنيا كده سواء متزمد او مش متزمد او شيخ مخه كبير او شيخ مخه لو حاجة مش عايزة اقول حاجة مش حلوة يعني بس مش كل الشيوخ يعني ما شاء الله عليهم يعني روح لأي حد في الدنيا مش هيقول لك حرام مفيش آية في القرآن حرمت ان الأم اللي عادة لوحدها اللي عيالها فين وفين لما بيسألوا فيها ها مفيش آية حرمت انها تتجوز ولا القب كمان ده القب بالذات ده عايز واحدة تخدمه ده ده لو جرله حاجة هو الواحدة وانتو هتعملوا ايه ما تبقوش انانيين ما تبقاش اناني ولا انت تبقى انانية سيبوهم يعني يعيشوا الباقي من حياتهم وهم معززين مكرمين سيبوهم ما تكتموش حرياتهم ما تخليش امك ولا ابوك يروح يتجوزوا في السر ما تسمحش لكده بالعكس امك وابوك هم اللي جوزوك هم اللي وقفوا جنبك هم اللي صهروا الليالي عشانك انت لما بتكبر بتتحطي في خانة ياك او انت لما بتكبري بتتحطي في خانة ياك ملهية بولادك وملهية بجوزك ودروس هيالك وتمرينهم وحتى لو مش ملهية ممكن ربنا يبقى رزقك بواحد ما يعلم بله ربنا ما بيحبكش تروح يتزوري امك وابوك امك او ابوك ما تسيبوهم يتجوزوا يا جماعة ما تبقوش انانيين بالذات السن الكبير ده يعني بتبقى اخر ايامهم سيبوهم يتمتعوا بالحياة طالما ما بيعملوش حاجة غلط ولا حاجة حرام ولا ربنا حرامها رسالتي لكل ابن وابنة ليهم ابو وام عايشين لوحدهم وعرضوا عليهم ان هما يتجوزوا وهما تشبسوا ان لأ يا بابا ولأ يا ماما عايزة اقولك طالما انت مش عايز ابوك ولا امك يتجوزوا روح قعد بيهم حضرتك ولو مرادتك مش عايزة تخدمهم روح انت خدمهم ياما تجيبهم تقعدهم في بيتك في قوضة مستقلة بيهم وتجيب لهم واحدة تكون قعدة معهم ليل ونهار لو هم محتاجين خدمة ورعاية غير كده مش عايزة اقول يعني اللي ما بيعملش كده يباقي مش عايزة اقول والله عشان ما بقاش بغلط